مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ومرحبا بكم في سان بيدرو بالكوديفور فأكيد مؤخرا سمعتوا بزاف بهذا المدينة أولى بهذا الاسم ديال سان بيدرو فمن خلال هذا الفيديو غدا نعرفكم بهذا المدينة وتكون عندكم فكرة لها قبل ما تمشيوا تشجعوا المنتخب فسان بيدرو هي مدينة صغيرة جات في أقصى الجنوب الغربي للكوديفور والمطلة على المحيط الأطلسي من جهة خليج غينيا ومن طبيعة الحال فهذه المدينة هي في الغدي لعب المنتخب المغربي لكرة القدم في الشهر يناير المقبل دور المجموعات من كأث أمم إفريقيا إيه وأش كتعرفوا على سان بيدرو؟ أولا فهذه المدينة هي أكبر مصدر لشوكولاتا في العالم فميناء سان بيدرو كيتعتبر الأول في العالم في تصدير حبوب الكاكاو وأكيد كتعرفوا بأن الكاكاو دي الكوديفور هو الأحسن في العالم بالإضافة إلى أن التضفق دي الشاحنات وكذلك البواخر على سان بيدرو خلاها تكون أيضا منطقة لوجستيكية عالنية كتشدف فاعلين دوليين في هذا المجال وخصكم تعرفوا بأن مهن اللوجستيك أو المتعلقة باللوجستيك مطلوبة بكثرة بهذا المدينة الشيء اللي خلها وجهة مفضلة للكفاءات عبر العالم بعد أبيدجون وبهذا الخصوص فعدد كبير من المختصين المغاربة كيشتغلوا بهذا المدينة والعدد ما زال في تزايد مستمر وبالزاب دي المغاربة كي يجيوا أو لباغين يجيوا لسان بيدرو من أجل العمل أو الاستقرار نرجع للميناء فبالنسبة للميناء فاخلق واحدة رواج كبير بالمدينة وخلت طلب على الخدمات يرتفع كذلك وأن سان بيدرو جاد في منطقة طبيعية خلابة ومنسو الشواطئ دي سان بيدرو اللي كتتعتبر من بين أجمل الشواطئ بالكوديفور وكذلك من بين أجمل الشواطئ في الساحل الإفريقي فالمحيط الأطلسي من جهة والغابات الاستوائية من جهة أخرى إضافة إلى ملتقة دلتا نهر السساندرا لخل هذه المدينة تتمتع بجمالية لا متيلة لها وبالتالي فولت منطقة جذب سياحي فمن لابي دي سيغان إلى شواطئ مونو جاكا كين سلسلة شاطئية فريدة من نوعه وفنادق فخمة كذلك أما بالنسبة للمطاعم فهي متواجدة على خلاق باقي المدن بالكوديفور ممكن توجد المطبخ العالمي المطبخ اللبناني وحتى المطبخ المحلي الإفريقي فمدينة صغيرة بحل سان بيدرو كتختلط فيها الفلاحة بالسياحة والتصدير اللي كيخليها كتعرف وحد صخب عجيب وأجواء إفريقية فوضوية تغري باكتشافها بالإضافة إلى سان بيدرو فيها بحيرات كثيرة وبالتالي فهي الموطن الرئيسي دي الشنيولة أولا دي البعوض والحشرات الاستوائية عامة فالناس اللي غدين يمشي وحده ورأسهم بالنسبة للمطار دي سان بيدرو فجف وصل مدينة وما بعيدش بزاف كثبت فيه طائرات صغيرة تقريبا جوج مرت في النهار والتاكسيات حتى هما موجودين بكثرة وحتى الدرجات نارية أولا لموتو تاكسي أولا بما يعرف بالتوك توك في مصر واللي كان حتى في الهند بالنسبة للملعب فهو خارج على المدينة افتجاه أبيدجون ملعب حديث بناتو شركة صينية مجهز بمعدات عصرية والحاجة المهمة اللي بزاف غدي سولوا لها في سان بيدرو وهي الجو فما تخافوش الجو في سان بيدرو زوين بزاف خصوصا في فترة بداية السنة فيمكن لكم تستمتعوا بالمبايرات أولا بالمقابلات وفي نفس الوقت شيت بحيرة بالشاطئ أيضا أما بالنسبة للناس اللي بغوا يزوروا سان بيدرو وما لقوش في نباتو خصوصا هذه المشكلة غدي طرح بزاف مع كأس أمم إفريقية فما تنسوش أنه كان بزاف دي المناطق اللي قريبة من سان بيدرو وأنا شخصيا فكنصحكم بمدينة ساسندرا اللي ما بعيداش بزاف على سان بيدرو حوالي ساعة خمسين دقيقات لساعة واحدة ما بينهم بجوج وهي منطقة ساحلية لكل شي فيها متوفر وحتى الترانسبور موجود فإذا بغيتوا تستمتعوا بوحد المناطر إفريقية استوائية رائعة جدا فما عليكم إلا تمشيوا لهذه المدينة منها تستمتعوا بالشاطئ الزوين ديلها وأيضا إلا بغيتوا تاكلوا حططري لأنها معروفة بالسمك الطريق وأيضا فهي رخيصة بالمقارنة مع سان بيدرو وفي الأخير إلا كان عندكم أي أسئلة خاصة بهذا الموضوع فيمكن لكم تخليوها ليفتعاليق أو لا في الخاص على الإنستغرام أو التيك توك فأكيد غدا نجاوبكم في أقرب الآجاب نبقى الياغين نقول لكم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر